لا تزال بوصلة السياسة في ليبيا لم تستقر على جانب ولا يزال يتجاذب أطرافها صراعة سياسية وأخرى عسكرية تدور راحاها بين أرويقة العواصم الدولية تارة وبين ميادين القتال تارة أخرى جولات بين عواصم أوروبية وأخرى عربية فمجرم الحرب حفتر يحط رحاله في روسيا في زيارة جديدة هي الثالثة منذ قيام مشروعه الانقلاب الزيارة التي عبر فيها حفتر متفاخرا بالدعم الذي يتلقاه من هذه الدولة صاحبة الواقع المرير مع المسلمين خاصة في بلاد الشام بالنسبة لروسيا لم تبخل علينا على الإطلاق في يوم من الأيام بل هي وعفة معنا سياسيا بكل قدرات روسيا دولة من الدول الأظمى ولها تأثير في المجتمع الدولي من جهتهم فإن كثيرا من المراقبين يتساءل عن الثمن الذي يدفعه مجرم الحرب حفتر لقاء ضمانه كل هذا الدعم خاصة وأن روسيا لم تتعود يوما أن تعطي بلا ثمن حفتر الذي يلهث وراء داعمه في الغرب هو الذي يواجه تحديات تشتت صفوفه فقرار المحكمة الجنائية القاضي بالقبض على أحد أذرعه القمعية المدعو محمود الورفلي قابله استنكار من أتباعه خاصة بعد قرار قيادة ميليشيات الكرامة التحقيق مع الورفلي وجاء الرد بلا خجل نعم نحن نقتل وأي واحد عند حد يقتله مش قادر يقتله في العلن يجيبه أن يقتله علن يحنا ما نشخي فيه من حد وبعيدا عن معسكر ميليشيات الكرامة تحركات دبلوماسية أخرى لقوات البنيان المرصوص نحو قطر تحركات لم تعجب الرئاسية المقترحة على ما يبدو فأسرع بقرار يمنع تحرك أي قيادات عسكرية بلا إذن منه ليبقى السؤال هل هذا القرار حكر فقط على قوات البنيان المرصوص أم أن لمجرم الكرامة نصيب منه وبين كل هذه التحركات تبقى الخريطة السياسية تموج على واقع كل يوم يزداد إلى ما وشتات كل يوم يزداد التسعه ومعاناة لا يزال المواطن يترقب انتهاءها